كذلك من الصفات التي يعلو بها العبد طلب العلم النافع وخاصة في الزمن ده زمن ده والله زمن فتن صراحة انت شايف الفتن قدامك والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الفتن دي قال كقطع الليل والليل ممكن يكون فيه قمراء يكون فيه ضو شوية لكن ما قال أي ليل قال كقطع الليل المظلم بعدين قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا مسألة خطيرة جدا ودي الكلام ده في الفتن كما ذكر ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث وفي شرحه في شرح رياض الصالحين قال فتن عليك اسمين فتن شهوات وفتن شبهات وفتن شهوات تعالج فتن شهوات تعالج بالصبر وبالدعاء واللجوء إلى الله كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وبعدين بالصبر أنك تصابر نفسك لتبعد بنشاوات فتن شهوات فتن الشبهات بالعلم واليقين أنت تتعلم وعرف الحق يكون عندك يقين مات الزلزل ماذا عرفت العقيدة التوحيد عرفت المنهج الصحيح عرفت أهل الحق من أهل الباطل تاني مات الزلزل واصل وخليك على يقين وخليك ثابت وميهمك الناس ضعنوا فيك اتكلموا فيك كذي الأمر ذا بيد الله تعالى ولا كيف مجاوكذي بيد الله تعالى عشان كذي بن القيم رحمه الله قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين واستدل بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإنت تتعلم العلم النافع ده الله برفعك به كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولازم القرآن ده شفت ذاته فيه الرفع ما حديث في صيح مسلم وفي في كتاب الفضائل بفضل القرآن الكريم في رياض صالحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ما ممكن تكون سلفي ولك أها سلفي يعني شنو كتاب وسنة بفهم السلف الكتاب اتحالك معك كيف القرآن كيف تقرأ كم جزوه في اليوم تقرأ كم لك رمضان ما جه قرب لما يجر رمضان بنتفرغ للموضوع ده ويتا لناس البدعاديون دي البدعاديون في رمضان بس ولا السنة كل السنة كل ويتا محتاج ترجع على الكتن اتا بتعبد الله في رمضان بس ولا السنة كل السنة كل محتاج للقرآن الفتن يقول لك البلد دي اخ فتن في ناس يقول لك فتن شغلة دي كترة ذاته قنعنا انا لقيت ناس كتار حلقوا الشغلة ما لكون يا ناس قالوا والله الناس زي اللي اختلفوا واحد قال لي انا كنت بسمع للمحمد مصطفى في الشدة والتوحيد وبسمع لي اللي محمد حسيني عقوب ومحمد حسان في الرغايق دي بتا الديني دفع في الرغايق وداك بالديني دفع في التوحيد جو الجماعة الجماعة ما بتعاربون ناس المجدد ما بتعاربون الجماعة ناس متزمع وكا الجماعة ديل قال تكلموا لنا في محمد مصطفى زحينا في ديل زحينا بقينا نتلفت ما فيزول يا زول في ديل الدين بتزبد عشان ديل يا زول اعتمد على الله خلي عقيدتك في الله ما ترتبط بالبشر البشر ديل ما بضله ما بضله الناس ما كل دا قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن بقيت تتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى ولازم كتاب الله تعالى قال لي الشغلة دي بي قتلي سبب وتاني بمشي الحدايق بنخد المكرافونات كذي عشان نتكلم وانا بتلفت كذي بعاين برضو بجنبه وخاتين المكرافونات عشان تعرف الشغلة دي خطرة وبيجو ناس خاشين وجايين شغلة كتيرة قال لي فكيت الشغلة لقيت حلقة البرنامج دا أو حلقة السنة الواجبة دي وبعدين برضو عمل لحاجة كذي لفا خدرة لفا برضو مرق كذي لقل السطوبة خدر مرق الله يجيبه راجع الهداية بيد الله تعالى وان شاء الله يرجع كما لانو تألمنا له لانو زول جوني عشان يرجع الزول لأربع مفر فيهون اتنين يستغاموا على يده اتنين يستغاموا على يده شايت ما تضمن تقول نحن ونجغم أي زول هالقرآن كيف لا نحن شغلة دي بس كذي يا زول كذي هاي دا من الدين كذي دي من الدين كذي من الدين القرآن كيف العبادة كيف الانكسار لله كيف لما من الدين من الدين ترجع إلى الله وتلجع إلى الله لازم القرآن دا اقرأ التفسير وقرأ الآيات دي وتأدب بما فيها من الأحكام والكلام ذا أنا ما بقول له أشخاص معينين دا لين كلنا الكلام ذا للجميع فده سبب السبب الذي بعده وأكتفي به وإن كانت الأسباب كثيرة كما هو معلوم لمن نظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأسباب التي تقود إلى العلو ويرفع الله تعالى بها العبد الصدق بتيتين دار الله يرفعك أصدق خليك صادق تصدق في الأقوال تصدق في الأفعال تصدق مع الله تصدق مع الخلق ذا الله بيرفعك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب وفي رواية وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة تاخ تصدق في أي شيء لو في هزل أصدق في جد أصدق في أي شيء أصدق قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب وفي رواية ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب كذب ما تكذب نهاية ما تكذب وطوالي تكون صادق والناس ياسف تتكلم في الدين يفتل بشر دي الله سلافين كثير من الدعاة بيتكلموا في الدين ومن غير الدعاة ممن يتكلمون أحيانا في الدين إنت بتتكلم في الدين والشغلة دي فيها يبتل ويوم القيامة البنفع الزول الصادق شكير رب العز والجلال قال عن عيسى عليه السلام وعن نفسه قال إن تعذبهم ده كلام عيسى عليه السلام فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله ده الكلام ده كلام منه كلام ربنا سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان